خالد بن الوليد سيف الله المسلول صاحب افضل خطة انسحاب في التاريخ خالد بن الوليد لا يزال هو اشهر القادة العسكريين على مستوى العالم فيما يخص الخطة العسكرية بشكل عام وخطة الانسحاب المتقنة بشكل خاص حيث قاد اول حرب خارجية باخدها المسلمين وهي غزوة مقطة بعد استشهاد قادة الجاش السلاسة بالتوالي زايد بن حارسة وجعفر بن ابي طالب وعبدالله بن روحة غزوة مقطة هي التي صمد فيها سلاسة الاف مقاتل مسلم من الصحابة رضوان الله عليهم امام اتي الف من الروم بتدرعاهم الكامل ومعدتهم استقيلة ستة ايام كاملة في حرب غير متكافئة بالمرة بالحاسبات العسكرية القديمة والحديثة وفي اليوم السابع قام قائد الجيش خالد بن الوليد بالانسحاب تيكتيكي يناجح باقل الخسائر المكيدة الفريدة حيث اظهر ابن الوليد سيف الله المسلول كما اطلق عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مهارة نادرة في انكاس جيش المسلمين من خلال مكيدة حربية فقد ادرك المعركة نهارا بشكل طبيعي وفي الليل امر مجموعة من المسلمين بان يخرجوا الى خلف الجبال ليعودوا فجرا مسيرين للغبار رفعين اسواتهم بالتكبير والتهليج فيظن الروم بان مدادا كدأتها للمسلمين وقام بحيلة عسكرية فريدة من نوعها مازالت تدرس في الاكاديميات العسكرية العالمية حتى وقتنا الحاضر اصغير الميمنة ميصرة والميصرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة لتختلف الوجوه على الروم ويعتقد على غير الحقيقة ان مدادا عسكريا كدأت لجاش المسلمين ثم فاجأهم خالد بالهجوم على قلب جاشهم وكاد يصل الى قائدهم وهنا رأى الروم ان جاش المسلمين ينتصر بالمداد الذي وصل اليهم ثم فوجوه بخالد ابن الوليد ينسحب فظنوا انها خدع منه فلم يتبعوا جاش المسلمين والتزموا بموقعهم فيما انسحب خالد انسحابا تكتيكيا منظما وعاد بجيشه سالما غانما الى المدينة المنورة مخالفا 13 شهيدا فقط في جيشه واكثر من 3000 قتلا في جاش الروم هسيب لكم المتظر تحتي في الوصف ما تنسوش يدعمونا بلايك وتشاركو في القناة واتفعلو جرس التنبيهات عشان ينسال لكم كل جديد